خلينا نشوف أبرز الأمور التاريخية اللي حدثت في هذا الديربي القديم الأهلي والاتحاد موعد متجدد لقاء مرتقب يعتلي هرم الجولة الثالثة من دور كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا اللقاء دوريا سيحمل الرقم 93 في بطولات الدور السعودي بمختلف المسميات تتجه بوصلة التفوق فيها للاتحاد بثلاثين انتصار بينما مباراة وحيدة هي الفاصلة بين أفضلية الفريقين حيث انتصر الراقي في 29 مناسبة أما التعادل فكان له نصيب كبير عندما يلتقي القطبان حيث حضر في 33 مناسبة عام 1977 كانت أولى المواجهات الرسمية بين فريقي جدة وانتهت تلك المباراة لمصلحة الأهلي بهدفين دون رد وبعدها استمرت المقابلات حتى آخر لقاء بالجولة الرابعة والعشرين من دور الموسم الماضي شهد عام 2012 آخر انتصار للعميد على الراقي في بطولة الدور بهدف دون رد فيما كان آخر فوز النهلاوي على الاتحاد في عام 2020 بالدور الثاني من المواجهات والذي انتهى أهلاويا بهدفين لهدف شباك الفريقين اهتزت 253 مرة فالاتحاد سبق وأنزار شباك جاره في 127 مناسبة فيما بلغت الزيارات الأهلاوية للمرمى الاتحادي الرقم 126 في عام 1982 سجل الأهلي أكبر نتيجة متفوقاً بخمسة أهداف لاثنين مكسب الاتحاد نظيره الأهلي بنتيجة أربعة أهداف لهدف في ثلاث مواجهات مختلفة آخر تلك اللقاءات بعام 2002 أما أكبر تعادل فحضر عام 1988 حين انتهى بأربعة أهداف لكل الفريقين ويأتي نجم خط الهجوم الأهلاوي حسام أبو داود على رأس قائمة الهدافين حيث تمكن من التسجيل في الشباك الاتحادية في 12 مناسبة يليه البرازيلي سيرجو ريكاردو بعشرة أهداف تسع منها بشعار الاتحاد وهدف وحيد بشعار الأهل اشتركوا في القناة